نضم إلينا من بيروت ومن ساحة رياضي الصلح مرسلة الغد كلودي أبي حنة كلودي كيف تبدو شوارع بيروت هذا الصباح؟ في الواقع محمد الشارع هذا الصباح في حال غليان كما ذكرتم في التقرير معظم الطرق الرئيسية مقطوعة من الشمال إلى العاصمة بيروت من الجنوب إلى العاصمة بيروت أيضا تم قطع طريق ظهر البيدر الذي يربط البقاع ببيروت وهو طريق دولي أما طرقات العاصمة بيروت فتم قطع طرق رئيسية فيها خصوصا جسر الرينج وتقاطع الشفرولي وتقاطع جسر خلد المطار كل هذا يؤشر إلى أن الأزمة لا تزال كما في بداياتها وأن الشارع لم يتعب لا بل عاد إلى زخم الأيام الأولى لأن استقالة الحكومة لم تحقق مطالب المحتجين ويفترض أن تكون هناك خطوات تالية أخرى بالفعل تنقل البلاد من ضفة إلى أخرى ولسيما مع تشكيل الحكومة اللبنانية فيما في الأفق ليس من موعد محدد للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة لبل أن التعقيدات السياسية يبدو أنها تتعمق أكثر فأكثر وتتجه نحو مأزق سياسي حقيقي كلودي كانت هناك محاولات من قبل قوات الأمن أن تقوم بفتح بعض الطرق الرئيسية هل لم تفلح هذه المحاولات؟ هل لم تقوى القوات الأمنية على فتح الطرق؟ في الواقع لم تفلح هذه المحاولات يعني يتم فتح الطريق لفترة محدودة ثم يعاود المحتجون قطع هذه الطريق كما حصل هنا في منطقة جسر الرينج المجاورة لنا حيث سعت القوى الأمنية إلى فتح هذا الطريق الحيوي ولكن المتظاهرين عاودوا قطع الطريق بأجسادهم وذلك حمل القوى الأمنية على التراجع وهذا الطريق لا يزال مقطوعا حصلت بعض المشدات بين مواطنين يريدون التنقل على الطرقات أو الذهاب لشراء حاجيات ضرورية مثل أدوية ولكن الأمر بقي ضمن الإشكالات الإفرادية أما بالنسبة إلى الوضع السياسي محمد يتجه هذا الوضع إلى المزيد من العرقلة لأنه سمت اتجاه يبدو لدى السلطة لتسييس الحراك ولأعطائه صبغة سياسية بحيث نرى أن مسؤولين في قوى السلطة يقولون أن هناك تكتلا سياسيا جديدا في لبنان يضم الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلات ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وهؤلاء يدعمون التظاهرات هذه الأجواء تشير إلى أنه ليس محسوما أن تعاد تسمية سعد الحريري لترأس الحكومة الجديدة وأن تترك هذه التسمية لتطورات الأيام القليلة المقبلة وهذا ما يؤشر بالفعل إلى المأزق نعم نعم حمد عفوا عفوا كلودي ولكن ماذا أيضا عن الإضراب الذي دعا إليه الحراك ما هي مظاهر هذا الإضراب في هذا الصباح هذا الإضراب كما ذكرتم في التقرير هو متفاوت هناك مناطق مثلا مدينة صور في جنوب لبنان فتحت فيها المدارس والجامعات وحركة السير طبيعية فيها أما في مناطق أخرى مثلا في مدينة صيدة جنوب لبنان تم إقفال المحال التجارية وتم إقفال أيضا عدد من المصارف التي كان يحاول الموظفون أن يفتحوا أبوابها هذا الأمر تكرر في حلبة شمال لبنان وتكرر في ترابلوس حيث سعى عدد من المحتجين إلى إقفال عدد من فروع المصارف يعني الأمر يقارب مرحلة العصيان المدني في بعض المدن لم يصل إلى هذه المرحلة ولكن كما ذكرت في بداية هذه الرسالة المباشرة الشارع في غليان مصر على تنفيذ مطالبه والسلطة لم تسمع بعد صوت الشارع وهي تماطل في تحديد موعد الاستشارات في إيجاد الحلول لهذا الواقع المأزوم اليوم نقل عن رئيس البرلمان نبي حبري أنه يستبعد تشكيل حكومة تكنوكرات وأن الحكومة التي قد تلقى مقبولية هي الحكومة المختلطة في المقابل نرى الشارع نرى الناشطين في الحراك الشعبي يتشددون أكثر فأكثر للمطالبة بحكومة تكنوكرات إذن لا تزال الأزمة في أوجها لم نلمس في الأفق بعد حلا سياسيا مقبولا الشارع على غليانه فيما المبادرات من السلطة محدودة جدا كلودي أبي حنى مرساة الغد كنت معنا من ساحة راضي الصلح ببيروت شكرا لك شكرا لك